ان انا يبقى عندي رؤية وهدف وغاية. الهدف يتحقق في الدنيا بمدة زمنية. ينفع مزمن اه. ينفع ان انا اعمله. مجربول اه ينفع ايسو. اما الرؤية والغاية. علي. ولا ابدا تستصغر كلمة او جملة او غاية. انت ابدا تقولها صديق كتير عملكش دعو. هو انت بتسأل مين? ونص حديث النبي. اذا سألتم فعظموا الايه? مسألة. فانكم تسألون ايه? عظيما. ما تستصغريش. اطلبي. واخدي بالاسباب. طب بتنجح? لا. عايد ما نكحيش المشكلة. لما احنا عايشين في الدنيا ليه? ما يخلكيش الفشل ولا الوقعان ولا الخطأ. احنا جاني الدنيا نخطئ فنتعلم فنصيب فنستغفر فنكمل نقول تاني. المصباح اتعمل بعد تسعمائة تسعة وتسعين. والتسعمائة تسعة وتسعين غلط هم اللي بيعملوا بيها العجلة تدورة في الافراح. فاكرين الافراح بتاعت مصر والشادر. مين الافراحة? او اللي بيقيد ويطفي ولا اللامبة تقيده بعد. دي كلها تجارب فشلة الاديوس انهم خدوها عملوه. ايه وايه? تسغري حلمك او رؤيتك. غايتي رضى الله. غايتي الفردوس. غايتي صحبة النبي. غايتي اننا بقى في الدنيا مع ربنا ومع رسول الله. صح? دي غايتي. ونو يعمل كده. اخد بالاسباب. يعطيني اه. ليه? لان احنا امت السببية. ركزوا في اخر جملة هقولها. احنا ام اي مع السببية? ها? يعني افعل كاذ? حط البذرة وسق مية تطلع زرعة. قلت بسم الله خدت سوابها. طلعت خدت خرجها خدت السواب. اي حد هيعمل كده مسلم وغير مسلم هتطلع الزرعة. لان احنا الكون اي مع السببية. لكن مين ربس الاسباب? الله عز وجل باسمه القيوم. القائم على نفسه هو القيوم على امور عباده. معنى اسم الله الرب كده. احنا جهلة في معرفة اسماء ربنا. جهلة بجد. لازم نعرف. فما ناخد بالاسباب. ندعي ربي يعطينا اه. طب ممكن يعطينا بدون اسباب اه. ايوة. طب ممكن يعطينا عكس الاسباب ايوة نعم. طب مع انتفاق الاسباب واستحالتها ايوة. ليه? لانه الرب. فنرجع للنقطة رقم واحد. ورقم تلاتة. هو رب وانا عبد ولازم يبقى لي حال مع الله. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم من اصحاب الاحوال مع ربنا. ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا في هذه الساعة المبارك يا رب العالمين. واخفر لكل من حضر وكل من سمع. اللهم ارزقنا الهدى والطقى والعفاف والغنى. زوج الشباب وزوج البنات اللهم امين.